نحن نعاني من مشاكل فعلاً ولكن في الوقت ذاته نحمد الله عز وجل على أن شامنا هذه فعلاً فيها سر والتفسير وهذا السر هذا المعنى الذي أودعه الله عز وجل في هذا المكان في هذه البلدة التي باركها الله سبحانه وتعالى نعم لا نعرف أكثر من ذلك نعم ومن ثم شاء الله أن يأوي إليها خيار الناس من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شامنا هذه ستطرد نعم وستركل بالأقدام كل ما يطلب منها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إن في شرائعنا وأحكامنا وإن فيما يتعلق بكتاب ربنا وتلاوتنا له وإن فيما يتعلق ببقايا ما نعتز به من الأحكام الإسلامية التي تطبق في بلادنا وهي أحكام الأسرة نعم لحوال الشخصية نعم بل أرجو وآمل أننا سنزداد مع الأيام تمسكا بإسلامنا وتمسكا بهدنا ولقد أطربتني وأنا عشتني البارحة وأنا أسل السمع إلى بعض ما سمعته منك خطاب السيد الرئيس عندما قال ينبغي الاهتمام بتربيتنا والأخلاقية وكذا ثم وقف عند تربية الدين الدين نعم وأبرز اهتماما شديدا لكلمة الدين ثم قالوا هذا هو وزير التربية وقد نبها منذ أسبوع إلى ضرورة الاهتمام بهذا الأمر هذا توفيق من الله عز وجل هذا توفيق من الله عز وجل ومن ثم يعني أوصي نفسي وأوصيكم جميعا أيها الإخوة نحن لا يتأتى منا يعني إلا الدعاء إلا الدعاء والسبات على ما أمر به الله عز وجل ندعو لأمتنا الإسلامية وندعو لقادة المسلم لا سيما لقادة المسلم في هذه البلدة بالهداية والرشد والسير على النهج الذي أمرنا به الله عز وجل وكان سيدنا الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين يعني لو قيل لي إنه الآن بها اللحظات إذا بدك تدعي دعاءك مستجاب لن أدعو في هذه الحالة إلا لولي أمر المسلمين لماذا؟ لأن الله إذا استجاب فأيد ولي أمر المسلمين للسير على صراط الله سيره على صراط الله يستلزم سير كل من يرعاهم على صراط الله عز وجل دعو لا لا